رحنا شمال على الابلاد الشمالي ما لقينا أرضي عيني نسكن فيها ورجعنا لهنا على هالغزف تحت رحم الله وين بدنا نرجع وين نروح ما حد عطانا أرض ولا لقوا أرضها لنا ثلاثة يام بل أربعة تيود ساكنية سؤال برسم المنظمات الإنسانية والمجالس المحلية توجه الحج فغاطمه مري في إدلب الشرقي سؤال جاء بعد عودتها مع أفراد أسرتها من المخيمات الحدودية مع تركيا إلى مكان نزوحها الأول شرق معرة النعمان الذي يشهد تصعيدا عسكريا مستمرا يعني مثلا نحن لو في منظمات يعني متعاونة معنا بهذا الشيء ما أخذتنا أراضي ومسكنا الناس وعملتنا توالدات ما بنرجع عشرات العائلات بدأت بالعودة إلى مخيم حفصة شرق مدينة معرة النعمان عودة وجهتها العديد من العقبات والصعوبات مع اقتراب فصل الشتاء وغياب دور المساعدات الإنسانية ولا في عنا شيء نطعم أولادنا والله ما عنا شيء نجيب لهم طبخة أجل ما عنا نجيب لهم خبز ما عنا نجيب لهم وهون جينا على المنطقة رجعنا على المنطقة يعني كان لا فيها منظمة لا فيها ما فيها شيء خالص كانت في منظمة قبل بتجيب لنا خبز له شالت وراحت على كل نحن رحنا على كل قطعة أرض نبنيه بخيمتنا الفرق الميدانية في منسق الاستجابة وثقت عودة قرابة ثمانين ألف نسمة من إجمال النازحين إلى الحدود التركية بعد الحملة العسكرية الأخيرة إلى عمقر في إدلب العدد هذا يشكل ثمانية بالمئة من إجمال النازحين خلال التصعيد العسكري البالغ عددهم أكثر من مليون شخص أكثر من مائة وخمسين عائلة في هذا المخيم يواجهون مصيرا مجهولا مع استمرار القصف على المنطقة وتوقف المساعدات الإنسانية منذ أشهر فهل ستقف المنظمات الإنسانية عند مسؤولياتها؟ إبراهيم سويد قناة حلب اليوم ريفو إدلب